اشتركوا في القناة من اليوم ثلاثين الشهر ثلاثين سبعة ولا غاية احنا منقول لسبعة يعني منكتب على الكابشن على الصورة انه لسبعة الشهر احنا طبعا هي بتكون يوم السبت كمان يعني بنعطي دائما منمد عليها كمان يوم طبعا القمر راح يتواجد خلال الاسبوع هذا في تقريبا خمس ابراج اه اليوم الخميس لظهر يوم الجمعة القمر راح يكون في القوس من ظهر يوم الجمعة ولغاية مساء يوم الاحد القمر راح يكون في الجدي من مساء يوم الاحد ولغاية صباح يوم الاربعاء القمر بصير بالدلو ومن صباح يوم الاربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بكون في الحوت وبعدين من ظهر يوم الجمعة وما بعد يعني السبت بكون في الحمل طبعا بالنسبة لخلو المسار اللي رح يصير بما انه هاي الانتقالات معناته عنا اربع خلوات مسار خلال هذا الاسبوع اول خلو مسار اللي هو في مرحلة انتقال القمر دائما احنا بنحكي خلو المسار هي فترة نحسة لا يصلح فيها البدء باي عمل جديد او توقيع عقد او اعلان خطوبي او زواج او شراء شيء ثمين بالفترة هاي الا الشيء اللي بتكون عاقد النية عليه ما قبل خلو المسار اما بالنسبة لخلو المسار فعنا اول خلو مسار رح يكون له انتقال القمر من القوس للجدي رح يكون ليلة الخميس على الجمعة يوم ثلاثين سبعة يعني تماما هو رح يكون في تمام الساعة اتناش وسبعة دقائق من اول دقائق من يوم الجمعة وحتى الساعة داعش وثمانية وخمسين دقيقة من يوم واحد ثلاثين سبعة القمر بصير موجود بالجدي طبعا خلو المسار الثاني رح يكون من الجدي للدلو رح يكون يوم اثنين ثمانية رح يكون في تمام الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا وانبو العصرا لانه بتوقيت الاردن احنا منزيد عليه ثلاث ساعات في توقيت العراق الشرق الاوسط تقريبا معظم ثلاث ساعات بيزيدوا عن هذا التوقيت ورح يستمر من الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا حتى تمام الساعة ستة وعشر دقائق مساء لا يستقر في برج الدلو اما بالنسبة لخلو المسار الثالث رح يكون من مساء يوم الثلاثاء اه اربعة ثمانية رح يكون في تمام الساعة تسعة واربع واربعين دقيقة مساء وحتى اليوم التالي لهو يوم خمسة ثمانية صباحا الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة لا ينتقل بعديها لبرج الحوت اما خلو المسار الرابع هو من الحوت للحمل رح يكون في تمام الساعة اتناش وثلاثة وخمسين دقيقة ظهرا الى تمام الساعة اه واحدة واربع دقائق ظهرا لا ينتقل بعدها او يشكل اول زوايا اله او الزوايا المهمة بتكون في الحمل طيب بالنسبة للزوايا والانتقالات المهمة اللي رح تكون لأسبوع هاد لانه في عنا عدة زوايا ورح يكون في عدة انتقالات اه فلازم انه نذكرها اول زاوية هي رح تكون اه زاوية التقابل يوم واحد ثمانية رح تكون بين عطارد وبلوتو وهي زاوية سلبية رح تكون تقريبا ساعة عشرة واحد وخمسين دقيقة الزاوية الثانية رح تكون يوم اثنين ثمانية فلاحظوا انه كل يوم في زاوية اثنين ثمانية الزاوية رح تكون تربيع بين الشمس واورانوس وهي زاوية خطرة جدا لانها تربيع طبعا هاي الزاوية لها علاقة بمانو حكينا عنها في الايام الماضي الشمس لها علاقة بالقيادات والحكام والجيش والامور الناس اللي فوق ادولا ما في فوق غير رب العالمين طبعا زاوية التربيع هاي برضو مع اورانوس الثورات والانقلابات والاشياء المفاجئة فالله يسطر من هاي الزاوية ما قبلها ووقت ذروتها وما بعدها اما بالنسبة للزاوية اللي رح تليها اللي هي يوم ثلاثة ثمانية هي زاوية بين عطارد تقابل مع زحل برضو هاي زاوية سلبية ولكن مش بقوة زاوية التربيع اللي رح تكون بين الشمس وارانوس اللي ذكرناها في زاوية برضو خطيرة رح تكون يوم اربعة ثمانية بين المريخ والمشتري والمريخ حكينا ثورات ودل اي شيء له علاقة بالنار وتربيع مع المشتري اللي هو له علاقة بالمال والعلاقة بالامور هاي فتوقعوا شيء اقتصادي او احداث اقتصادية بالفترة هاي برضو رح تكون فيها نوع من انواع السلبية طبعا في التوقعات اليومية في يومها احنا رح نذكر الزاوية هاي ايش بتعمل وشو تأثيرات او لا ايش بس احنا عشان ما نطولش التوقعات الاسبوعية ويجي حد يقول لك احنا شو دخلنا بالسياسة احنا بنا نسمع برجنا بس لازم اني اذكرها لان هاي لها تأثيرات على الافراد برضو زوايا يوم خمسة ثمانية في زاوية رح تكون هي مش زاوية هي حدث رح يكون انتقال العطارد الى برج الاسد من السرطان للاسد رح يكون صباحا ويوم سبعة ثمانية انتقال الزهرة اللي رح تنتقل لبرج السرطان في ساعة المساء يعني زي تبادل الادوار العطارد على الاسد والزهرة من الجوزاء للسرطان خلينا نشوف تأثيرات البيوت ايش رح يكون بتواجد الكواكب طبعا احنا منذكر هاي عشان ما منحكي توقعات شهرية ولكن لو اخدت اللي انا بدي احكيه الان هو مخطط يعني توقعات شهر اساسا لانه خلال الشهر هاي التأثيرات رح تكون مستمرة الا اذا في حال انتقل الكوكب كل اسبوع احنا منذكر من عيدها ومنأكد عليها عشان تعرف ايش السلبيات وايش الايجابيات وانت مدعوم في ايش عشان تعرف شو يعني بيوت بتروح في صندوق الوصف رابط بدلك شو معنى البيوت هاي شو دلالاتها وين موجودة شو بتعني لك بالنسبة لائلك شو برجك يعني وشو بتعني لك لائلك بشكل مبسط ورح تفهمها بكل سهولة خلينا نبدأ مع برج العذراء طبعا اول شيء لازم نحكي عنه اللي هي الشمس الشمس موجودة في بيت متاعبكم رح تظل موجودة وهاي الفترة اللي هي طيلة الشهر لغاية عيد ميلادكم هاي فترة سلبية الشمس في بيت المتاعب كل سنة بتكون موجودة في نفس المكان بتحدث دائما مشاكل وبكون بداية شهر تمني سلبي جدا على جميع موليد برج العذراء دون استثناء نفسيا وماليا وعاطفيا وصحيا وعمليا وكليا بتكون في نوع من انواع الضغط فعشان هيك بتكونوا مهيئين نفسيا لهذا الامر بتعرفوا تستغلوا النقاط بالشكل الصحيح لانه هاي احنا منسميها كل سنة فترة الغربلة اللي بتغربل كل حصاد السنة بتغربل اشي بتكبه في الزبالة ما بلزمك ما بتحب يكمل معك السنة القادمة واللي بضل والاشي اللي انت بتغربله عشان يكمل معك طول السنة القادمة يعني من يوم تاريخ ميلادك لسنة كاملة هاي كلياتها حصادها انت في خلال الشهر هاد بدك تغربل فهو بتجبرك على انه انت تطلع بالعصارة فعشان هيك بحطك بامتحانات بضغطك بيسبب لك توتر عصبي بيخلي امور تفشل اشخاص بتوعدك باشياء بتغيب عنك بتروح بتنطخ بعرس بتهج بتختفي اعمل نفسك ميت يعني هي اي 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 كي بتيجي الصيغة الاحسن فعشان هيكي بدك تكون حذر من كل هاي النقاط وبتكون جاهز لها عشان تتجاوزها اللي بدنا نحكي عنه الزهرة بما انها موجودة في البيت العاشر ورح تنتقل للبيت 11 فهي بتعزز شيئا لها علاقة بالعمل في نقاط ولكن رح تزيد علاقاتك الاجتماعية بالفترة القادمة بشكل كبير وفي منكو رممكن انه يبدأ علاقة عاطفية من خلال علاقة اجتماعية او زيارة او جمعة اصدقاء او تعارف من ضمن شلة او من ضمن مجموعة مثلا او عزومة او فرح او مناسبة اما بالنسبة لعطارد فعطارد بده ينتقل للبيت 12 من بيتك 11 لبيتك 12 فعشان هيك بتلاقي الامور بتتركز على مخارج لعمل جديد او اهتمام بعمل جديد او تقديم لطلبات عمل او مناقشة امور الها علاقة بالعمل مع زملائك او رؤساك بالعمل تطوير مسائل الها علاقة بالعمل بتنشط في مكان عملك بشكل كبير الفترة هاي بتحمل لبعض الاشخاص اللي هم مشهورين شوي او في مجال الاعلام او مجال المجالات الفنية ممكن انها تحمل لهم نوع من انواع الشهرة او الانجازات الرائعة اما بالنسبة للمريخ طبعا اللي موجود في البيت الثامن يعني بيعزز بعض النقاط ولكنه بيضغطك على مستوى امور الها علاقة بالاموال المشتركة فبيخلي عندك نوع من انواع الرغبة اما بمال الشريك يعني مال الزوجي مثلا او مال الزوج وبرضو ممكن يدخلك على اشياء الها علاقة بالاموال المشتركة او شراك في مشروع ويكون فاشل اذا ما درسته بشكل صح وبرضو اهتمامات الها علاقة بالبنوك او الضريبة او التأمين او حل بعض المسائل المالية اللي بتكون معقدة اهم اشي انك مات غامر بالفترة هاي بمشاريع دون دراستها والتأكد من كل اشي فيها اما بالنسبة للجدي اللي فيه بلوتو زحل المشتري والثلاثي بيتراجعوا وهذا بيتك الخامس بيخلي المشاكل على المستوى العاطفي الخلافات على مستوى لاحبة الوالدين الابناء اشياء بتكون ضاغطة على هذا المستوى او على اشياء الها علاقة بتأجيل فرح مناسبة خبر بحزنك او بزعلك بصير مع احد الاقارب او الاحبة او اشي ممكن يصير بشكل مفاجئ يعني بتعلق في موضوع المراهني مثلا تفشل تدخل في شغلة الها علاقة بالمغامرات اللي بتعتمد على الحظ برضو راح تفشل لانه هذا كله بيت الحظ انسى موضوع الحظوظ بالفترة هاي اما بالنسبة لانبتون اللي في البيت السابع طبعا بيحدث اللي هي الامور اللي حكينا عنها بالفترة الماضي وبنردل نرددها الشك والغيرة والقلق والتوتر والتحكم بالشركاء وخصوصا امور الها علاقة بالازواج او شركاء المال فاي وحدة من هدول بتنقيها بتحطها مع الشريك بتلاقيها بتنطبق عليك في مسائل معينة لا تدخل بحيرة من امرك وما تكبر الامور وتساعدها وما تتوهم اشياء مش موجودة حاول انك انت تركز بشكل جيد تبعد لانه نبتن بعزز الهواجس وبجردك من اشياء كثيرة الها علاقة بالحضوظ في المسألة هاي اما بالنسبة لأورانوس طبعا اللي موجود في البيت التاسع وراح يشكل زوايا سلبية فحاول اذا بتشتغل مع مؤسسات تعليمية او شركات دولية او الك علاقة بموضوع السفر فممكن الفترة هاي تحمل لك نوع من انواع المفاجآت حتى على اوراق قانوني ومعاملات ممكن انها تحمل مفاجآت صعبة يعني تأثر عليك بشكل كبير بدك تكون حذر وتنتبه وتخليك دائما جاهز لكل اشي حتى الاسوأ بدك تحسب حسابه اما بالنسبة لتوقعاتنا الاسبوعية من اليوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر موجود بالقوس بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم تجدوا تعاون من افراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي او منزلي او ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية اهم اشنك ما تتهرب من المسؤولية اتجاه العائلة الاجواء عدائية ومتوترة راعي وضعك الصحي من ظهر يوم الجمعة بيصير القمر موجود بالجدي حتى مساء يوم الاحد بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم فترة مناسبة لنشاط فني هاي الفترة بتحمل اجواء سحرية ومفاجئة وسعيدة بتكون نظرتك للحياة شوي فيها نوع من انواع التفاؤل ممكن تندم على تصرفاتك الاخيرة او تحاول ترتيب الامور بشكل افضل فترة بناءة وايجابية من مساء يوم الاحد القمر بصير موجود بالدلو حتى صباح يوم الاربعاء يعني في بيتك السادس بيتراكم العمل لديكم لكنكم قادرين على مواجهة وانجاز حصة الاسد منه ما تهملوا صحتكم حاذر من تعب صحي او جسدي ممكن يمنعك من اداء واجباتك اليومية كما انه برضو شوي بأثر انه ما بتكون الاشياء مرضية ممكن تظهر بعض المسائل العائلية والشخصية الطارئة وممكن تشعر بنوع من انواع التوتر من صباح يوم الاربعاء بصير القمر موجود بالحوت حتى ظهر يوم الجمعة يعني مقابلك مباشرة فبتتركز جهود نحو تدعيم شراكاتكم سواء على مستوى المال او العاطفة ما بين الازواج فترة مناسبة للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة حاذر من المشاكل مع الشريك وخصوصا قلنا الزوج اهم اشي او الزوجي هاي فترة شائكة فلا تجازف اضبط عصابك ومشاعرك السلبية مزاجك متقلب فحاذر من الكلام الجارح تتمتع بطاقة كبيرة لكنها بحاجة للانضباط من ظهر يوم الجمعة بصير القمر موجود بالحمل وهيك تحرك للبيت الثامن يعني راح من المقابلة بتظل الامور المالية هي اللي بتشغل فكركم بالفترة هاي والفرصة بتكون متاحة لمكسب الوصل عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفهم لأوضاع الآخرين ولأراءهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر